أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباقعة ليس لبقعتها كاذبة خافرة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والثابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلة من الأولين وقليل من الآخرين على أصور مغونة متكهين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتحون وحور نعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوى ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع مغضود وظل ممدود وماء مثكوب وفاكهة وكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا آشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحراف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أن يحضالون المكذبون لآكلون من شجر من الزقوم فمالعون منها البطول فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أقرأيتم ما تمنون أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوشئكم ونوشئكم فيما لا تعملون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحبون أآتم تغرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقا ما فضلتم تفكهون إنا لم غربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أنزلتم من المزن أم نحن الموزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أآتم أنشأتم شجرها أم نحن الموشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقذين فسبح بحصم ربك العظيم فلا أقسم بمضاقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يبسفه إلا المطهرون تازيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أرادتم تدهمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأراتم حينئذ يتاغرون ونحن أقرب إليهم إواكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إذا كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إذا كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم